السلام عليكم أصدقائي العزاء وحييكم تحية طيبة جدري القرود هو عدوى فيروسية أي مرض معدي وهو مرض حيواني المصدر يسببه فيروس ينتمي إلى جنس الفيروسات القشرية تدار أعراض مرض الجدري بدءا من الشعور بي ارتفاع درجة حرارة جسم مثل الحمى وصداع في الرأس وألم في الظهر ويتبعه ألم قوي في العضلات وأعراض أخرى مشابهة لأعراض الأنفوانزة ومن ثم حدود التورم أو انتفاق في الغداد الأنفوية مما يؤدي للشعور بالتعب والإرهاق وظهور طفح جلدي ابتداء من الوجه على شكل بوثور وحواصلة مغطس بقشرة خارجية يدخل فيروس جدري القرود إلى الجسم إما عن طريق مخالطة الأشخاص المصابين أو عن الحيوانات أو عن طريق ملامسة لفيها الاحتكاك أو الهواء إذا كانت البيئة ملوثة ويستغرق وقت التعرض للفيروس أي فترة حضانة الفيروس داخل الجسم يعني المدة التي تفصل بين مرحلة إصابة بالعدوى ومرحلة ظهور الأعراض من حوالي 5 أيام إلى 14 أيام ولكن نتيادة غير في المعدل يعني مشي الناس كاملين عند نفس المدة الزمانية أما عن العلاج فلا توجد أدوية متاحة لمرض جدري القرود حيث أن هذا المرض نادر مقارن بالحالة الأخيرة التي ظهر فيها هذا المرض لكن الخبراء يقولون إن غالبية مرض جدري القرود يتعافون في غضون أسابيع قليلة والله يحفظ الجامعة ترجمة نانسي قنقر